اشتركوا في القناة 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 وهكذا كل الناس بدأت تعمل تعديل بصير تعرف وين بدأت تروح وكيف يعدلوا السيارة بالبرمجة وبالميكانيك وبالكهرباء وبكل هذه التفاصيل يعني اليوم فينا نسرع ولكن لازم نعرف انه نلتزم بالمسئولية ونعرف وين نسرع وكيف نسوق السيارة يعني لازم نتعلم كيف نحنا إذا كنا من هوات السرعة والسيارات وخاصة الBMW نعرف نكون عم نستخدم هالسيارة اللي بين إيدينا بدون ما يكون السرعة عم بتشكل خطر على حياتنا يعني مباشرة أكيد هي أهم عنصر بهذا الموضوع كله سوا هو القيادة السليمة والآمنة على الطرقات وبالحلبات أنا اليوم لما بيكون في عندي سقافة ميكانيكية بتصير أهيا القصة علي كتير لما بدي أنا جيب سيارة وجهزها وقدر استعمالها بحلبة مقفلة لحتى مارس هايدي الرياضة طبعا النادي BMW كلاب ليبانون مش عم بيوفر ولا أي مناسبة إلا ما عم يعطي توعي لكل الأعضاء على كيفية الاستفادة من السيارة وقيادتها بشكل آمن وهيدي هي وحدة من أبرز أهداف اللي نحنا عم نشتغلها ليا من تأسيس النادي لليوم حالو استاذ الويس طبعا كل هالشغل اللي عم تقوموا فيه يعني متل ما قلت في كتير صعوبات عم توجهوها يعني لأنه عم تعطوا كتير اشياء بالنادي إن كان محاضرات إن كان طوعية إن كان سيانة للسيارات فكل هالشي بيتطلب أكيد إنه يكون في حدا عم بيدعمكم وبيتطلب مجهود يعني مالي ومعنوي ومن كل النواحي فخبرنا اليوم نادي بأم دابليو لبنان مين بيدعمه؟ مع الأسف من 15 سنة إلى اليوم نادي يعتبر رقم واحد بلبنان وفي الشرق الأوسط لم يحظى بأي دعم إن كان ولا بأي شكل من الأشكال نحن اللي عم نعمله هو عم بيكون بمجهود فردي وكل اللي عم يجوا لعنا هني عارفين إنه هيدا النادي عم بيقدم كل هالخدمات مجانا المجهود نحن عم نعمله لحتى يضل النادي مكفى لحتى يضل اسمه موجود لحتى يضل هيدا النادي موجود رقم واحد بلبنان وفي الشرق الأوسط ولازم نشير قدها النادي عم بيكون إله تأثير إجابة على السياحة بلبنان اليوم هيدا نقطة أساسية لازم نكون عم نسكره أكيد لأنه وحدة من نشاطاتنا هي عم تكون نشاطات سياحية عم نعمل جولات سياحية على مختلف المناطق اللبنانية يعني بلشنا بأرز البوروك رجعنا رحنا على معرض رشيد كرامي الدولي بترابلس رجعنا طلعنا على قلعة راشية الوادي منرجع منطلع على كفردبيان منطلع على صيدة عم نجرب نغطي كل الأماكن اللي فيها طابع سياحي سياحي وتراسي أكيد ما فيها طابع سياسي أبدا لأنه أهدافنا وشروطنا عدم تعاطي العمل السياسي والديني مهما كان نوعه سو تركيزنا عم بيكون على النشاطات السياحية وعلى النشاطات الرياضية حالو أستاذ البيس اليوم للأشخاص اللي عم بيحضرونا وأكيد بيحبوا يتابعوا النادي وللأ أنه ينضموا لألكم كمان كيف يتواصلوا معكم وهل في مثلا عندكم صفحات على الإنستا أو على الفيسبوك؟ أكيد في عنا صفحة على فيسبوك اسمها BMW Club Lebanon على إنستغرام www.club.lebanon وفي عنا ويبسايت www.club.lebanon.com وفي رقم تليفون أكيد فيك تكون عم تذكروا 70-0-4-9-9-9 بيقدر يتواصل معنا بأي وقت ونحن جاهزين لحتى نساعده أكيد نحن ندعي كل المشاهدين يتواصلوا معكم وأكيد أنتوا لبعدين عندكم الكثير مشاريع رح تكونوا عم تحضرون بإذن الله أنا هيك عرفت منك أكيد مشاريعنا المستقبلية رح نجرب هلأ بالسنة اللي جاية نكسف نشاطاتنا لحتى نقدر ننشر التوعية على أوصع النطاق ممكن ويمكن في شغلي نسيت أذكر لي أنه نشاطنا كمان تميز الانيو والميتينج اللي عملناه بحضور ناس من الوطن العربي في ناس إيجت من دوباي في ناس إيجت من الخليج العربي كله في ناس إيجت كمان حتى من برات الوطن العربي من فرانس يعني الناس اللي عنده شغف على هذه الرياضة مستعدة تيجي وتحضر وتشارك وتشجع هيدا النادي ومشاريعنا كمان إضافة لطغتي شاملي كاملي واسع للسلامة العامة والتوعي لهذا الموضوع رح نخصص كمان فقرات رح تشجع اللي عندهم سيارات مميزة إنه يدلوا يهتموا فيها ورح نعملوا النشاط خاص لإلهم لحتى يكونوا عم ياخدوا حقهم من وراء هالعناية وهالتعب السيارات لحتى يحسوا أنه هالشي عم يتتوج بمطرح معين حلو كتير حلو أستاذ الويس تاناش رئيس نادي BMW كلوب لبانون بدنا أول شي نتشكرك لوجودك معنا اليوم منوجه تحية لكل أعضاء النادي وعنجاد شي كتير حلو اللي عم تعملوا وإن شاء الله دايما بالنجاح والاستمرارية شكرا شكرا لك مشاهدينا نحنا للأسف وصلنا معكم لختم حلقتنا لليوم من برنامج على الموعد منكون معكم أكيد بحلقات جديدة ودايما ندعيكم تكونوا عم بتتابعوا مريم تيفي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيج مريم تيفي ويوتيوب تشانل مريم تيفي أيضا تابعونا عطول وتابعوا برامجنا وأنا بقلكم إن شاء الله رغم كل الأوضاع الصعبة اللي عم نقطع فيها إنه بلدنا يضل بخير وإنتوا تضلوا بخير إنتوا وعيالكم وكل الأشخاص اللي بتحبوهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة